زوجة الفنان خالد صالح دكتورة هالة زين العمد طيب وإنف يعني في ماجيئك للقصر المشاركة معرضان للقصر السامة الأفريقية يعني بيمسق لك إيه المشاركة شهد الساعات الليلة عددا من الأحداث المهمة والتي يمكن وصفها بأنها أخبار غير صارة حيث توفيت والدة الفنان أحمد خالد صالح وأرملت الفنان الراحل خالد صالح أعلن أحمد خالد صالح على إنستجرام وفات والدتو الدكتورة هالة زين وقال رحلت عن عالمنا منذ دقائق متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا أحمد نع والدتو وكتب بقلب مكسور وحزين وقال رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعو لها بالسبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدعو لنا بالصبر والسبات والسلوان الصلاة الجنازة من مسجد عمر بن العاص عقب صلاة الظهر ده كان نعي أحمد لولدته وفي الفيديو النهاردة هنتعرف على تفاصيل اللحظات الأخيرة لولدت أحمد وهنتعرف كمان على آخر ظهور ليها تابعوا معنا الفيديو كنت بقول لكم كل مرة اضغطوا لايك للفيديو لكن المرة دي قبل ما انتبع الفيديو هقول لكم ادعو لولدت أحمد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيحة جناته نرجع نكمل كلامنا الفنان أحمد خالد صالح أعلن يوم 4 إبريل عبر الانستجرام إصابت والدته في فيروس كورونا قال دعوتكم لأمني وحماية ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل الشفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار كسفوا من الدعاء أرجوكم أما يوم 11 إبريل كتب أحمد عبر الانستجرام رسالة شكره لجمهوره وكشف كمان عن تطورات الحالة الصحية لولدته وقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكره سواه بفضله وبنعمته وبكرمه وبدعواتكم التي أرجو أن تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين كل سنة وانتم طيبين ده كان كلام أحمد يوم 11 إبريل الحقيقة بدأ فيروس كورونا أن هو يدخل عائلتهم بإصابة هانادي مهنة زوجة الفنان أحمد خالي الصالح وده كان يوم 22 مارس الماضي بعدها بأيام بقى أعلن هو الآخر إصابته بالفيروس وتنعل بعدها لوالدة هانادي ثم إلى والدها الفنان هاني مهنة وبعدها بأيام إلى والدة الفنان أحمد خالي الصالح الحقيقة هانادي كانت متؤثرة جدا أيضا بإصابة حمتها وعربت عبر الإستورة عن حزناها عليها وكتبت على الإستجرام قائلة دعوتكم لأبي ولأمي والحمياتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأخضار كسف الدعاء أرجوكم صرح أحمد عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للدكتورة هلازين والدته وقال إن والدته تمر بمرحلة صعبة وده خلال وجودها في الرعاية المركزة وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا وقال كمان الأطباء عملوا كل اللي عليهم قال قدمنا كل ما لدينا طبيا ولا نملك لها سوى الدعاء أما عن آخر ظهور لولدة أحمد الدكتورة هلازين كان من حوالي 6 شهور كان بالضبط يوم 7 أكتوبر العام الماضي وده كان في عقد قران أحمد خالد صالح على هانادي مهنة بكت وقتها هالة فرحا بزواج أحمد دلوقتي هنشوف مع بعض أعلن الفنان خالد الصاوي وفاة والدة أحمد أعلن الفنان خالد الصاوي وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح وولدة أحمد خالد صالح وحمد هانادي نعاها وقال لا إله إلا الله إن لله وإن إليه رجعون لا نقول إلا ما يردي الله فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هلازين حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح وولدة أحمد خالد صالح وحمد هانادي هانيم هنة عشرة عمر منذ الجمعة عشرة عمر منذ الجمعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح كما أضاف ونعمل زوجة والأم والأخت السيدة فاضلة تقيها رحلت في أيام البركة مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل سلملنا على خالد هالة رحمة الله عليها ودلوقتي معدنا في حلقتنا هنتعرف أكتر على الدكتورة هالة زين العابدين زوجة الفنان خالد صالح الدكتورة هالة زين العابدين حاصلة على شهد الدكتوراه الحقيقة فيه كتير بيسأل عن عمر الدكتورة هالة لكنه لم يرد أي معلومات عنها في هذا الشأن ولا بشأن عمرها غير أن هي في العقد الخامس من العمر الدكتورة هالة أنجبت من خالد اتنين أحمد خالد صالح وعلياء خالد صالح يعتبر أحمد خالد صالح نجل الفنان خالد صالح من موليد اتنين وتسعين عمره دلوقتي حوالي تسعة وعشرين عام أما علياء أخته تولد سنة الف تسعمية ستة وتسعين تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما وهي من الشخصيات الهدية الحقيقة علياء في كل ظهور لها بتظهر مرتديا للحجاب واللي أنتوا شايفينها دي صورة علياء وأحمد وهم أطفال ودي صورة أحمد مع والد وهو صغير هو فيه الحقيقة شبه كبير جدا من فنان خالد صالح أما وفاة الفنان خالد صالح رحل عن عمر يناهز خمسين عاما وذلك في يوم خمسة وعشرين سبتمبر عام 2014 وده بعد إجراه لعملية قلب مفتوح طارقة أجراها في مركز الدكتور مجد يعقوب للقلب تزوج خالد صالح من الدكتورة هالة زين العبدين الدكتورة هالة الحياة تحملت معاه ظروف الحياة الصعبة خاصة في بداية حياته وده لما فكر أنه هو يتجه للتمثيل وقبل كمان ما يوصل للشهرة المعروفة الفنان خالد صالح بقى كان مريض بالقلب منذ أكثر من عشرين عاما وده كان بسبب مرض وراسي وتوفي شقيقه بنفس المرض منذ فترة الفنان خالد صالح وتولد في الجيزة من موليد 23 يناير عام 1964 ونشأ يتيما بعد وفاة والدته ولحق بها والده وتولى تربيته شقيقه وأثناء دراسته تنقل بين العديد من المهن كمان وصل أنه هو اشتغل في فرن والحياة كان دايما بيفتخر بكده كذلك عمل كباقة ملابس وبعد تخرجه من كلية الحقوق اشتغل كمحامل لمدة شهر واحد فقط الحياة كان فنان على خلق عمل خالد صالح كسائق تاكسي وده بعد تخرجه مباشرة من كلية الحقوق وكان دايما بيتكلم عن الموضوع ده والأمر ده جعله يكتسب خبرة التعامل مع الناس بشكل مباشر كما راوده أيضا حلم السفر لفترة وده من أجل تكوين صروة صروة تؤمن حياة أسرته الصغيرة ثم سافر للعمل في الخليج ولما لجأ خالد صالح من الخليج وتحديدا في عام 2000 شارك في بعض الأدوار ككومبرس في المسرح وذلك من خلال المعهد العلي للفنون المسرحية كما عمل في مسرح الهناجر بدار الأبرة المصرية اشتغل كمساعد مخرج ولكن ولعيه بالفن ظهر منذ وقت طويل فكان يشارك في العروض المسرحية في الجامعة ودور مأمون الشناوي في مسلسل أم كلسوم هو من أول الأدوار اللي قدمها لنا في مشواره الفني وكذلك دوره في مسلسل عبد الناصر أما بداية شهرته كان من خلال فيلم هي فوضى قدر أنه هو يشق بيه طريق الشهرة هذا بعد أن اختاره المخرج الكبير روسف شهين لأداء هذا الدور الصعب والذي تمكن خالد من تأديته بإتقان وحرفية عالية استطاع خالد خلال 14 عام أن يصل إلى قلوب جمهوره وده من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أعمال شارك بها ووصل عددها إلى 70 عمل استطاع خالد صالح التألق في كل الأدوار اللي قدمها لنا استطاع أنه هو يقدم الشخصيات المركبة والمعقدة ومن أشهر أعماله في المحرب إيطاليا وتيتو والريس عمر حرب طبعاً ده بيعتبر أهم أعماله وأمارة يعقبيان قدم خالد دور مميز في فيلم أحلى الأوقات وما ننساش طبعاً كلنا مسلسل كف الأمر وسلطان الغرام وابن الأنصل وتاجر السعابة ومسلسله الأخير حلاوة روح واللي تعارض خلال الموسم الرمضاني قبل رحيله بعام واحد يعني عام 2013 الفنان خالد صالح كان بيحب النادي الأهلي جداً لكنه لم يكن متعصباً أما رفيق ضربه هو الفنان خالد الصاوي وده لأنهم درسوا سوياً في كلية الحقوق والاثنين كان بيرويدهم حلم التمثيل وفعلاً مسلوا مع بعض سوياً من خلال فيلم الحرامي والعبيت ونشر الفنان خالد الصاوي صورة بتجمعهم سوياً وده على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب أنت دايماً موجود وعمرك مغيب من المعروف عن الفنان خالد صالح أنه هو كان بيحرص على أداء الأعمال الخيرية وفي كل بلد كان بيزورها كان بيحرص على زيارة أحد الجماعيات الخيرية أو مراكز زوجي الاحتياجات الخاصة أو ما شابه كان دايماً بيشوف أن ده واجب عليه سبق له زيارة مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال في دبي وطرق مهرجان الشرق الأوسط للسينما في أبوظابي لمدة 3 أيام وده علشان يشارك في حفلة تتشين مستشفى سرطان الأطفال الجديد في أسوان جعل الله كل هذه الأعمال في ميزان حزناته ربنا يرحمه الحياة هو وزوجته الفنانة هالة زين العبدية ادعوناهم بالرحمة وحسن المغفرة وباسم القناة بنتقدم تقديم خالص التعادي للفنان أحمد خالد صارح والهنادي مهنة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة ولو إن الخبر النهاردة كان حزين لكم بشكركم جداً لحسن الاستماع للفيديو اشتركوا في القناة